ملايات البلاغ وارد إلى قائد الفرقة الإقليمية الدرق الوطني بالشرفة مفاده سطو مسلح على أمركس باريد بلدي تغبال بباشرة تم التنقل إلى عين المكان تحت الشرف قائد المجموعة ومباشرة التحقيق بالتنسيق مع السلطات القضاية بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبر العلمية والاستعانة بخارطة الكشفات الهاتفية تم حصر العرقام الهاتفية المشتبه بها بالاستعانة بأفراد المفرز الخاصة للتدخل الدرق الوطني بمعالمة تم توقيف المطورة الأول الذي أفادنا بعد المواجهة باللدي الألمية بأسماء بعض الشركائي بعد التتبع التقني وجمع المعلومات تم التنقل إلى مدينة وهران وتوقيف ثلاث مطورتين آخرين مع استرجاع مبالغ مالية مسلوقة بالعملة الوطنية والعملة الجنبية والمعدة سلفا لمغادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسلوقة بعد استغلال الموقوفين تم توقيف الشريك الآخر العصابة من مدينة وهران وقام بإخفاء المبالغ المالية بظهور أديل العلمية جديدة ومقارنتها بتصريحات الموقوفين تم الوصول إلى توقيف شخصين آخرين قام باستلام مبلغ مالي مسلوقة وشراء سيارة فاخرة نوع باصات وحجز سلاح حربي العملية أسرد عن توقيف ثمانية أشخاص حجز سيارة فاخرة من عائدات المسلوقات بقيم 720 مليون سنطين استرجاع 484 مليون سنطين عملة وطنية وأجنبية بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلحة بيضة استرجاع سلاح سيد مسلوق منذ ستة أشهر حل القضايا عارقة كسرقة مركز بريد منذ خمس أشهر سرقة منزل اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري تفكيك شبكة وطنية لتنظيم الهجرة غير شرائية ترجمة نانسي قنقر